اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصرارك مش مستحيل لا مستحيل عندك ولا مستحيل على الترجي هو صعب على الفريقين مين بقى اللي في التسعين دقيقة يقدر يزبط حضور عشان يخطف التلت نقاط ويجري هو ده الكلام وبمناسبة هذا الكلام انا قلت لك كان موقفنا صعب جدا في قطر حتى وإحنا نزلين من القتل جبت اشرف بن شارق الله ما سمي الخير اطوله اشرف هتسجل النهاردة هدف ولا اتنين قال لي لا هدف واحد نزل سجل جولين فنزلت بعض المالش ولا انتولتي لي هدف قال لي احنا بنخزي العين قالها كده بالمغرب فقد ايه لعبت الزمالك لما بيكون عندهم اصرار هم عاملين زي المعدن النفيس المعدن النفيس نفض كده الطراب من عائلة هتليه بيلمع بيرجعلك ما يكلفكش كتير الزمالك عندنا مجموعة كبيرة من اللعبين في مجموعة ما اثبتتش جدارة بشكل كامل عشان نعترف قدمنا واحدة من اسوء مبارايتنا بالعكس ده مباراتين مش مباراة واحدة مباراة الشباب بالزداد الجزائري ثم المباراة الاخيرة امام المريخ احنا ما كناش وحشين لا كنا وحشين وكنا سايقين ده لفرص كتير بص ما هو انت بتضيع فرص لانك مش مركز مش كامل التركيز الزين يسيبك من التركيز البدني والفني التركيز الزيني ده نقطة مهمة جدا وانا دايما بطلب الجهاز الفني والجهاز الاداري يشتغل معنويا كتير مع عدد كبير من لعيب في لعيب ما كنتش تدفع فيه وتزق فيه كبير زي شكبالة عارف نازلوا عايز الوينش انا معجب جدا بالتقرير انت عملتوله عارف عايز يدزاي يعني اراجح احمد فتوح فيه لعيبة ما تتكلمش معاه فيه لعيبة سيبها تلزل طبعا لكن فيه لعيبين صغيرين واجه وداد ما اثبتوش جدارة محتاجين انك انت دون الوقت تحملهم مسئلية كبيرة انا حسس ان فيه لعيبة انهكت لعيب زي زيزو ماتش اللي فات محتاج يريح طبعا انا بضم صوت صوتك وبقول انه محتاج يريح بس مش الماتش ده لا مش معنا كده ان انا بقوله هو راحش لا 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 يريح على فكرة زيزو انا بقوله شكرا لان زيزو شالك زمالك على كتافه مع اثنين تلاتة لعبين على مدار سنتين تلاتة وقت ده دور اكتر من رائع اني فيه ناس بتبدأ تهاجين باللوقت يا جماعة انت لسه بتقوله لعيب مش آلة مش مكينة مش ماشين يعني مش طول الوقت وقت ده لدي بنفس المردود تاني حاجة فيه عندك عوامل لوجستية مش بتساعدك عندك اتحاد كرة مش عايز اقوله انه متآمر ضدك ولا انه بيظلمك ولا انه لا انه بيخفى الحقوقك اتحاد كرة تقدم بيوفر للمنافس عشر ايام قبل مباراته مع المريخ وانت بتلعب كل 48 ساعة مباراة مباراته مع الهلال لا انا بتكلم على مباراته مع الهلال اه انا بتكلم على مباراتي مع المريخ ملعبتش قبلها لعب قبلها ماتش في الوسط في وسط الاسبوع تلات ايام قبلها بتلات ايام يعني ده لا منطق ولا عدل ولا حاجة ابدا فلعبت الزمالة كذا معرفوا ان هم محطوطين تحت ضغط ان ما كانش الضغط ده هو نتيجة المباراة ففي عوامل مش بتساعد النادي احنا دلوقتي اللعيب المعدنه هيظهر ده اللي محتاجينه يكمل معانا انا بقولك المباراة دي يا اضا على مسؤولية الشخصية هي مش بس تحديد مصير بالنسبة للزمالة لا ده هي تحديد مصير بالنسبة للعدد كبير من اللعبين المباراة دي ولا التلات لقاءات المباراة دي تحديدا تراجي برامد زي تراجي المباراة دي تحديدا سلبا واجابا او اللقائيا اجابا ان شاء الله لانك لو حققت الفوز طبعا هتجيب معانوات في السماء عندك الفرصة انك تضرب المرشوين اللي عندك على ارضك وتسعد خلاص خلاص الموضوع لا قدر الله مش عايز اتكلم في السيناريو التاني لو السيناريو الاسوأ لو حصل برضو هتتعصى في القاهرة مش صعب مش سهل انك انت تقع قدام التراجي وتيجي تعاوض في القاهرة طب هعاوض بعد ايه انا ضيعت فكرة ان انا ضيع لا اللي عايز يضيع هيضيع من الزمالك احنا مش منحد حلو طبعا اللي عايز يضيع هيضيع من الزمالك واللي عايز يكمل هيساعد الزمالك على انه حقق الفوز امام التراجي التراجي ما هواش العفريتي اللي بيمشي على الحيط لا التراجي سبق وكسبناه في التراجي في تونس في مالعب رادس وسبق وكسبناه بمنتهى الهدوء لما لعبنا كرة هادية بمستوانة في قطر اه كان عندي اوراق كتيرة جدا مش موجودة لكن على الباقي انه يثبت انه بديل جيد للأوراق اللي مشت يا اما هتبقى احنا انا فيك الاختيار احنا اسفين يا عم مع السلامة فانا بقول دي مباراة الجالة تسعين دقيقة كلكم رجالة كلكم لعبية كرة كويسين وفي عدد كبير منهم على فكرة الكواليتي بتاعهم عالي قوي بس لسه الحد النهاردة خايف رعب فانيلة الزمالك عامل له مشكلة فيه لعبية مش عايزة هذكر أزمها التشيرت مش هقول تقيل عليهم لا كبير عن التشيرت اللي كانوا لابسينه هو محتاج فترة بسرعة يعمل انجاز ويحط بصمة عشان يثبت انه يلعب زمالك البصمة هتتحطت شوء الله في المطشة ده ما عندكش بصمة تاني يعني ما عندكش وقت تاني حط بصمتك في هذي المغرأة جماهير نادي الزمالك مترقبة كل لعب فلسكوات اللي يلعب به فيه تلات اربع لعبين كده عليهم خطوط احنا نتمنى ان هما يكسر الدنيا نتمنى ان هما يطلعوا يردوا الدين والجميل لقدارت نادي الزمالك اللي وثقت فيهم ودفعت فيهم ملايين عشان يمثل الزمالك الخوف ملوش مكان دلوقتي الارتباك ملوش مكان الحسابات الخاطئة مش هكل لها مكان الزمالك محتاج رجالة محتاج الناس تنزل تسعين دقيقة تحقق انتصار غير كده مش هشوفها غير كده مش هشوف اللعيبة يعني اللعيبة لازم تنزل تركز انا نازل اكسب لماتش ادارة ولا ماتش حتى جهاز فن الجهاز الفني عليك ترسه ولا حتى جماهير ولا جماهير من تبرج جماهير خلاص انت الكورة تسعين دقيقة في الملعب هو ينطبق عليها الحكمة اللي بتقول يوم الامتحان يكرم المرأة ورهن قوة الشهد انت النهاردة في يوم الامتحان الصعب سيبك من كل امتحانات اللي عدنا به كان ممكن تاخد فرصة الماتش اللي قبل اللي فات وقعت فيه كان ممكن عندك فرصة الماتش اللي فات وقعت كان عندك فرصة المريخة عدلت عندك فرصة لكن لو لا قدر الله الترجي وقعت لا الفرص بقت قليلا يبقى احنا بنهار رجل فعلى لعب الزمالك ان هم يدركوا انه كورف مالعبهم اللي هو وحدهم لا هحمل ادارة مسئولية انا شخصيا كسبح عبدالسلام ولا هحمل الجهاز الفني مسئولية الا لو الا لو الف برضو في المهو الدنيا احيانا بتفلت كده من الفيريرا وبيعمل حاجات غريبة لا بس اقلوا ثلاث مانشات ماشي ببداية ما في المية صح يعني اختياره للتشكيلة الاساسي وتغير خطة اللعب كمان بس انت لما بتغير من طريقة لطريقة بتاخد شوية وقت برضو فيه هزة لما لعب طول الوقت الطريقة واجهة غيرها لا بتحتاج شوية انت محتاج اللعبة تلعب مع بعض في طريقة الجديدة لا انا عايز سألك على حاجة ماتشة زمالك الاخير في الدوري نلعب نزليه بمشكل قوي سموحة ماتشة معقرب جداية غريبة راجل درب الجزاء على الزمالك الحمد لله الفار ينصفنا لا مش درب الجزاء درب الجزاء للزمالك تضيع بغرابة والسيناريو كان يعني صعب على كل المشاهدين وعلى كل جماهير نادي الزمالك كان مرعب عشر دقايق عشر دقايق ظهر لعبت الزمالك بوشهم وجهم الحقيقي فقط المعدن بقى عشر دقايق وده اللي بتكلم عنه اللي انا محتاجه قدام تونس محتاجه دسعين ديامش عشر دقايق بالزبط وانت عندك فرصة ان فرق المغرب العربي عادة لما بتلعب على ارضها بتسيب وراها مساحات بيتقدم بعدك كبير من اللعبين وبيسيب مساحات بين وسط الملعب وبين الدفاع ده اللي انا عايز انا محتاج لعبة عندها سرعات محتاج بقى على الاجنحة وفي قلب من ملعب حد يضرب لي خط الدفاع بالكامل بكورة بباص يعني هيبقى فيه مسئولية كبيرة على فاروق جعفر سيف فاروق جعفر في الوسط وعلى زيزو وعلى الشيكبالة لو لعب وعلى اي لعب يلعب سريع سوى مصطفى شلبي او نضاي او 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 يوسف اسامة نبيل كلهم عندهم الملكة اللي انا بقول علي سيف الجزيري عنده سرعات من القلب انا بكلم بقى على الجنبية انت محتاج مساحات محتاج سرعات في الملش ده اللعيب اللي عنده سرعات النهاردة مفروض بيستغل الفرص اكتر من اللعيب العادي يعني انت في كتير من الملشات بتطلع على الجناب وبتضيع وبتعمل لا النهاردة تستغل انصاف الفرص النهاردة انت قدام فريق لو اهدك على طبق من ده فرصة او اتنين مش هتتكرر فانا بقول انه التركيز امام المرمى مهم جدا سيف الجزيري علي انه يدافع عن مكانه بشراسة لان سيف الجزيري كان مهتز المباراة الاخيرة وما كانش مخنع بدرجة كبيرة ما كانش مخنع في المباراة انا هو العيب كبير اه انا عارف مش احناش بتتكلم على ميكانات الناب ككل انا بتكلم على فترة تغيير جلد ومرحلة انتقالية بيمر بقى الزمالك الزمالك بيمر يا جماعة بمرحلة انتقالية من الى فبالتالي محتاج حد ياخد ايدي يعديني لو خدت ايدي هشيلك فوق راسي لو خدت ايدي وانت نص لاعب ونص امكانيات وروح وباور كامل وكسبتني فوق راسي في لعبة كتير ما كانش عندهم مهارات كبيرة وحطوا اسماعهم بحروف من داب وابرزوا مع طاق الطريق حامد اللي مالوش بديل مش في مصر في افريق ومنهم الوينش اللي انت قلت في الانترو او اتقال في التقرير انه افضل مدافع مصري لا اللي عمل الانترو بظلمه اللي عمل التقرير بظلمه ده افضل مدافع في افريقيا هل الوينش في مهاراته مهاراتش كبيرة عنده اسرار عنده باور عنده رجولة عنده اخلاص فكل ده بيخلق منه اللعيب كبير انا النهاردة محتاج اللعيب الكبير اللعيب اللي مش مقدر قيم التشيرت الزمالك في الماتش ده اعتقد هيبقى صعب جدا جدا يدخل السكواد لو محقق ليش النتيجة اللي انا عايزة يعني انا اسف جدا حرقوا دمنا كتير جدا اخفقتوا كتير جدا عرضتوا قدارة نادي الزمالك لانتقادات حدة جدا على الرغم من المطباط اللي بيتحطوا في طريق نادي الزمالك من بقى يعني هنقول كل المشاكل اللي بيعترضها النادي لحد النهاردة كتير ولا حصر لها هم عرضونا احنا الانتقادات عرضونا حتى المنظومة الاعلامية انا شخصيا احنا انا شخصيا بتشتم كل يوم خمسين الف شتمة على صفحات النادي المنافس وجماهيره وده مش مهم انا بقدر جمهور الزمالك اما زمالك بيكسب بيشيرونا فوق رأسهم زي اللعيبة اما زمالك بيخسر بيخشوا يحاسبونا احنا لا خلي بالك انا بقول الشتايم كمان اللي بتيجي من المنافسين ماشي دي مقبولة لكن اللي اثر فيك بقى ان الانتقادات الحدة جدا اللي توصل لحد السبق القصف من بيتك من جواك هما دايما بقولوا دول مش زمالكوية لا انا اعتبر زمالكوية منفلت المنفلت ملوش مكان دي رياضة او وقت عصبية فخرج منه انا لو ما تحكمتش انت بتفرج على كرة ورياضة ليه دي بتسمو بالاخلاق الرياضة بتعلمني ازاي بقى عندي روح رياضية هو بعض الناس شايفة انت في المنظومة الاعلامية فانت اكيد بتحتك باللعيبة تم تقولهم الكلام ده وتفتكر واحنا قاعدين هنا مش اربعة انا تقريبا كل حلقة بنختلف وبنتكلم حتى مع المستشار المرتضى منصور الرجل اللي صدره بعانه واسع بيسمع واحيانا بيغضب من بعض انتقادات لكن انا هنا في امانة انا مش جاي هنا لا السبوبة ولا انا باخد هنا فلوس تجيب لي عربية مش عارف ايه ولا فيلا فين بالعكس احنا هنا يعني الحمد لله رب العالمين زي الفئول وراضيين ومع ذلك الناس بتعاملك على انك انت يعني محطوس حتة تانية زي الشناوي خالص والله يا جماعة والله احنا في نفس الحتة معاكم انا اللي بربطني بخناة نادي الزمالك والنادي حب الزمالك واعلنتها قبل كده مليون مرة انا مستعد يا سيدا اشتغل بدون اجر مجانا اذا كان ده هيقدر نادي الزمالك ويساعده على انه يخطي ويتجاوز هي الفكرة انما انت تجي تتجاوز في حق وفي حق الادارة وفي حق رئيس النادي وفي حق الاعبين تبقى انت مغلدكش ثقافة ان دي كرة قدم والفوز موجود والخسارة موجود حدك كده عايز تكسب على طول وهي دي الشراسة اللي اتغلست في جماهير النادي الاهلي على مدار 40-50 سنة لما بيخسر البلد بتولع الناس ما بيتنامش سوش الميديا على رجليها الاعلام بتاعنا اعلام غير محايد طول الوقت شغال في دبح نادي الزمالك ايه الاهلي يعمل اخطاء مفيش ولا مش شايف مش شايف انت شفت التحفير اللي كان عليك انت قبل المرش بتاع المريخ فين اللي كان جماعة اللي كان فاصل من حوداب البرامج الرياضية طلعت طبطب النهاردة فيه سكريبت متوزع ان كله كله طلع بيخلص على محمد الشناوي يا جماعة ليه ده في حتة تانية ما انتو اللي عملتوه في حتة تانية انتو اللي عملتوه الشناوي في حتة تانية النهاردة نفس الناس ونفس الناس اللي اصفوه بلدنه في حتة تانية هم الناس اللي بيخلصوا عليه هل دير سالة موجهة يعني هل حان الوقت لوقد بقى محمد الشتناوي هل حالة الوقت لاستبداله؟ خليني نتكلم ده كويس جدا ولازم نتكلم عن ثقافة الهزيمة ودي حاجة مهمة ولكن هنا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل خليكم معنا لسه مكمليين مع حضراتكم نورني أستاذ صبحي عبدالسلام وكلام نتكلم عن ثقافة الفوز والهزيمة وقلنا لازم نتكبل الهزيمة زي الفوز ننتقد نزعل نعبر عن غضبنا ولكن في الإطار في المسموح حالك قلت كلمة حلوة جدا اللي هيضيع 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 الكلام ده موجه لللاعبين اللي هيوقف في ظهر الزمالك هيكمل نتكلم بقى فنين عن اللقاء اللي جاي اللقاء اللي جاي بشكل صريح جدا بين فرقتين عمالقة في القر حد يش يقدر يقول أن ترجي مش من عمالقة القر الأفرقية زي وزي الزمالك زي زي أندية كتير تلتيبه بعدك في الأطفال موجودة في الضبط في القر نواجه إزاي الترجي شايف فريرا يبدأ إزاي ومين اللعيبة اللي تحب يبدأ بها مصدر فريرا بس أنا أحب فريرا يثبت التشكيل يعني هو المطشين اللي فاتوا كان أعتقد بلعب بتشكيل تشكيل لحد كبير معادة حرس المرمى لتغير محمد صبحي أنا معديش مشكلة صبحي أو عواد يبدأ لكن خبرات عواد يمكن ترجع كفتهم عشان هناك المطش ده التشكيل هو ألعب بيل أنه أنت زي ما قلت في شوية تغيير فني في المباراتين الأخراتين عن كوارث اللي لعبناها من بداية الموسم فأنا عايز يكمل بدا وجوه الملعب بقى التوظيف هو ده اللي هيفرق يعني ما يبقاش عندي ظاهرين ومكلبشهم وراء يبقى أنا بقى طعا وبعتمد برضو على كرات طويلة لا كرات طويلة كانت أسوأ ما في مبارات زميل كوربريخ لأنك بتلعب كنت على أرض ترتان ومحتاج أنك تلعب محتاج أنك تلعب كرة على الأرض شوية هو تفوق عليك لأنه لقى كرة على الأرض هو متعود على هناك أنا برضو مش عارف لا هو مش متعود هو عنده عشب صبيعي زيك بس لقى بينك أكثر من مرة زي اللي يقول الشنوي كانت في عين الشمس طب ما كانت في عين الحارس الآخر يعني يعني إيه الشمس لما تعامدت على عين الشنوي فمؤمر برضو كونية عشان لها يخسر يعني برضو مسألة غريبة فأنا مش عايز أدور على المبررات دي لا الزمالك عنده القدرة داك تكسب بس توظف الإمكانات لأيتها كويس اللعيبة لازم عندهم إيمان بأن المطش دا صعب جدا 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 هقعد أقول جدا لحد بكر ما عندكش خيار غير الفوز بس يعني لا الإدارة هتقبل منك ولا الجمهور هتقبل منك ولا الإعلام هيقبل منك غير الفوز مش هجملك وأقولك يلا حقا في ظهرك طبعا لآخر نفس طول ما أنت أشايل تشيرت الزمالك وبتمثلني أنا في ظهرك لكن في ظهرك عشان أنت كويس وبتكسب ومشي كويس وبتقدل عليك بتخسر ومؤدي عشرة على عشرة برضو في ظهرك حسست أن أنت عايز تكسب إلا بتقدم ولا بتكسب لا آسف مش في ظهرك هل زمانك محتاج زيادة عددية في جزء الهجومي أنا بقلي كم لقاء حتى وإحنا بنكسب بحس إن إحنا في الجزء الهجومي ما عندناش زيادة عددية لا وما عندش كمان الأوراق لتعمل الزيادة العددية يعني برضو يعني ولت المهاجمين مش مش مهمول يعني أنت مضطرة عشان تلعب بالجزيرة حتى وهو مستوى سيء مستوى مش كويس ما كانش كويس الفترة اللي فات مضطرة تلعب بيه عندك بديل ما عندكش بديل لا 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 أصدق إيه كمان لكن أولا البعيد اللي ما خدش برضو فرص لا مش أصدق على لعب بعينه المصدق كورا مثلا في رجل زيزو فجنبه سيف جعفر وشيكبالا ناحية التانية وقدام سيف الجزيرة اللعيبة بعيدة قوي عن بعض ما فيش زيادة عددية لا في بس هي محتاجة ثقة زيادة عند اللعبين أنت محتاج تلعب بثقة ثقتك وإيمانك بأنك ممكن تكسب هتعملك الزيادة اللي بتقول عليه ثقتك هتقرب الخطوط من بعضها ثقتك هتخليك تستغل أي فرصة وتحليك ثقتك هتخليك تاخد زي ما قلت والله يا جماعة مراهن عليها وأنا بقولها تاني المساحات اللي تبقى فضاء مدفع الفريد تنسي هم مش هيدافة وهينزل أول عشر دقائق دي فهتلاقي العشر اللي عيب تقوم عدين وسط الملعب فهنا الفرصة بقى عندي اللعيب اللي بينقل الكرة حلو ومدام منطقة الجزاء يعني السيف جعفر يبقى نازل شوية ويبقى عينه على الكرات اللي سقطة دي وتردل الكرة بسرعة شيكبالة كمين بتمايز جد لب لونج بول بس الشيكبالة أنا محتاج سرعاته شيكبالة محتاجه في الجناح يجري لكن أنا محتاج حد يجري شيكبالة دي مهمة سيف جعفر طبعا ومهمة شوية دونجا الكرات بقى البس السليم وأنا بروم على دونجا دونجا ولا روقة في اللونج بول لو هاعتمد على الكرات السريعة لفظهر دونجا ولا روقة لا أنا بالنسبة لي يعني يعني اللي تنمش بدرجة عشرة على عشرة لكن أنا أفضل دونجا دلوقتي إنه ماشي كويس لكن روقة عنده مز بس كتير وبرضو دونجا للأسف عنده مز بس كتير بس هو بيتزل كويس بيعمل الصدادة كويس بس محتاجي لعب الكرة لقدام محتاجي لعب الكرة لقدام ولعبها صح هو مشكلته إنه متسرع وبعدين عنده مزة التزديد مش موجودة عنده عدد كبير من اللعبة بعد رحيل إمام عشور شعاش تزبط هتزبط هتزبط هي ما زبطتش مع روقة 3-4 سنين خلاص مش هتزبط لكن دونجا لأ وارد جدا إنه تعرف القايم طلع له كرة للمرش اللي فات كان سيف سيف جعفر لأ كان دونجا كرة لجنب القلق كان دونجا دونجا عمل كرة مهمة جدا مطش المريخ مطش المريخ آه عمل مطش كرة مهمة هو هيتوفق ويحط واحدة هتيج معها هتيج معها هتكمل ما أنا محتاجي يا دي الثقة بال لو الثقة موجودة هو هيكمل وهيحط رجله جامد وهيجيب الكرة لو الثقة موجودة الزيزو هيرجع لي الزيزو بتاع زمانه اللي تحته نمار اللي عنده مرض حلول وعنده كرة دايقة هي قدر يخلص من الزحمة ويخلص ويسلك مع عزيزو لو الثقة موجودة شيكبالة بعظمته بقيمته هتظهر في مطش زي ده أما تاني ألعب بطريقة فيها تراجع كبير جدا في وسط الملعب وأعمل زحمة وكسافة عددية على حساب الناحية اللي هجمية مش حق المطلوب ترجي في وسط الملعب مع جماهير لا رايحة تغلب ولا رايحة عادة 90 دي أدافع يعني أما أنا لا رايحة تغلب يا عم فريرة ولا رايحة عادة رايحة أكسب يعني حتى لو تجاوزا لو تجاوزا رجعت بلقى التعادل هقبلها جدا ماشي هتبقى مقبولة لأنها تحط رجلي لسه موجودة في الحزبة بتاعت بتاع المنافسة وقدر أخلص برضه أما لو كسبت لا أنا بقولك هقولك مبروك التأهل وبعدين احنا اتخنقنا بقى من المرشاة الأولى اللي بقدنا ثلاث سنين بنخسر فيها كتير نقاط يعني حنفية النقاط اللي شغالة دي ماينفعش أنا 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 آخر حاجة تصورتها بأمانة يعني أن أنا حقصة من شباب بلزداد والله لو بلعب بفريق 2003 والله ما يخسر فكرة الباور بتاع الستارت بتاع ضربة البداية دور المجموعات كان لازم حقق انتصار ومشان الكلام عدت تحكيمه ضربة الجزاء بس حتى لو ضربة الجزاء دي ما تحسبتش من ناش دعو بيها أنا أنا ما كنش هسجر أنا قدري كده على مستوى التحكيم على مستوى المحلي ومستوى الأفريقي أنا معروف أنه أنا من الفرق اللي دايما حاكم ماتش المريخ ضربة الجزاء صريحة واضحة للزمالك أنا اللي بيجيبه لي حاكم محكمش بقاله سنتين ثلاثة عشان يحكم ماتش للزمالك وكأنه بيختار الأسوأ دايما ليه علشان يقدل مهمة المطلوبة منه بنجاح وده بيخلينا روح لحتة تانية برضو وأقول إن احنا كزمالك لازم شوية نشتغل على وجود كوادر جوه المؤسسات الرياضية الأفريقية والدولية والمحلية كمان الزمالك كبير ولازم كله أصوات أصوات الزمالك اللي جايبها وصنعها وحطتها جوه الأماكن دي يعني انت عارف فيه لوبي البعض اللي عندها التانية من بعد ما سيطر على الاتحاد الأفريقي انت طلعت بره الحزبة وانت كنت الفرس الرهان اللي واخد خمس ألقاب وكان فيه لقب عند النادي الأهل على الفكر هي وصلت إنك خمسة الواحد ومع ذلك من ساعتها عرف من أين تقل الكاتف على طول اللقب يا جماعة بكل أسف بكل أسف كرة القدم لم تعد مهارات ولا كفاءات بقت فلوس وشغل جوه الملعب وشغل خارج المستطيع في الكنترول طبعا إعدادنا بيقول لي كانت خمسة الاثنين مش خمسة الواحد اما نقول لها أنا ذاكرة خمسة الاثنين يعني بص انت السبع كان ازاي يعني انت خمسة الاثنين يعني انت خلاص لقب تاني وتروح بعيد قوي لانت وقفت وهو خد كل الألقاب خد عشر وعلى سبع تمن ألقاب بعرك فده طبعا بيقول ان احنا برضو عندنا قصور في حتى معينة على مدار سلوات نويل احنا أهملنا الجانب ده بدالين كل مسئولي للتحاد الأفريقية على مستوى اللجان بيكونوا أهلوية فبالتالي البطولات كانت فترة كبيرة زم الكوية النهاردة الدور تبدل مع المغرب اللي اخوة المغرب بقى شطرين غرسوا رجليهم جامد جدا في جوه في أرواقات الكاف في اللجان الكاف لذلك دلوقتي بقت فرقهم شغالة كويس جدا كل سنة عنده علاقة بدوري أبطال يكون فدرالية يالتنين بالإضافة لانه عنده عدد من حكام اللي شغالين زي القطر لا بصديف البطولات الكبرى طاقم التحكيمة ماتش جاي مغربي مغربي منا بقول اه بطاقم التحكيمة مغربي اه انا بقول لهم انا اصدرت ان هو حكام عربي عموما يعني انا مش ضد ده طالما ان الكرة بقت كده بتمشي كده فانا لازم ابقى كده لازم اساير الكرة دي لازم عقلتي تختلف شوي الفكر مش ان انا يحشد فريق قوي واجبلك حكام يخسرك هلأ الفرقة ما بقتش الكرة ما بقتش لعيبة ومدرب مش هلأ عصر الوحيد صناعة صناعة وتجارة والوقتي صناعة وتجارة ونظر ومش معنا كلامنا ده يعمل التوازن عايز حققي بس شكرا ولا عايز اصدم منافس هو تفتكل يعني انت كده لما تيجي تجتهد يا قد او انت راجل زملكوي كبير اجتهد كده وطلع لي بطلطين ثلاثة دور الزمال خدهم باي لك او صدفة او عافية او تحكيم مش هتلاقي انا اجتهد لك الناحية التانية وطلع لك عشرين لقب خمسة عشرين لقب راح الناحية التانية باي لك وتحكيم بارجة ان بعد معظم البطلات اتهت بدرباء ترجيح سواء هنا او برا ملعبنا لا التانية بتخلص احيانا كانت بالتليفون واحيانا لقب القرر اللي خدوا على حساب نادي الزمالك شفت التداعيات كانت عاملة ازاي حكام بتتغير فار بيتغير رئيس نادي بيقعد في بيته رئيس نادي بيحضر المباراة جمهور الزمالكو بيقعد في بيته جمهور التانية حضر المباراة معنويات بتتزرع تخلق من الفريق المنافس بطل قبل المغرامة تبدأ فطبعا هي دي المعنويات والدات الشغل اللي انا بتكلم عليه انا محتاج انا كمان يكل لي دور في المنطقة دي مش هقف طول عمري اتفرج سبحاني الكلمة حلو جدا قالك بالعكس انا احترم الجميع اي حد يعرف يكافح عشان يوصل انا احترمه طبعا انا واحترم المغرب ما هيبص ما هيبقى تقرأة للمشهد المشهد بقى كده واحنا هنا في مصر الاسف بقينا عايشين في عصر انت شو جري يعني انت شو جري اغاني وانت شو جري اعلام وانت شو جري بطلاط ان ما كنتش هتنتبه هتلاقي دي النهاردة شوفت عندنا غيرة على على الكورة مصرية بشكل عام طب ما هو بص ما هو كرة القدم المصرية اللي بتدار بشكل خاطئ وصلتك لايه وصلتك انه الاهل يخسر اربعة اربعة واحد من ثلاث قرات في اسبوعين مش كده وصلتك ان النادي الاهل في السودان بيقع وده بقى عادي للاهل قدام الماريخ وصلتك ان الزمانيك بتعدل مع الماريخ في ليبيا هي دي كرة القدم المصرية لما تجي تجمع منتخبك هتاخده من فرقتين دول بتاخد فرق خلصانة لعيبة ما عندهاش الرغبة ولا الطموح فبالتالي انا بحمل مسئولي كرة القدم المصرية مش بجاه مش هقول عن عمد عن سوء تخطيط وسوء إدارة يعني انا مش فاهم الكرة بتتلاقب ازاي برا انا بلعب لعبة تانية انا بلعب لعبة تانية جداولي ملاهاش علاقة بالجداول المحترم بطولاتي ملاهاش دعو البطولات المحترمة وكأنه كتب علي ان انا قاعد علعب البطولة بالسوط لا انا لسنة دي بطولة تخلص وقتها عشان نبدأ انا عايز فريقه اتنين وثلاثة واربعة يموته بعض عشان ياخد بطولة الدوري عايز مربع السنة دي بصوت عالي جدا الدوري السنة دي موجه هتحارب هتقاتل هتحاول لكن في النهاية فيه عناصر تانية اقوى منك فيه ادارة ظالمة فيه تحكيم بيشوف بعين واحدة فيه اعلام بيدفع طول الوقت في سكة انه لا ما فيش غير المنافس ده حتى يعني يعني شوية خجل عشان كرة القدم المصري يعني تعالوا نلتف حوالين منتخبنا المغرب اللي بقولك بحترم المغرب برغم السيطرة والهيمانة شوف منتخبها كان بيعمل ايه في المنديان يبقى هو صح كان هيمانة للسيطرة السيطرة العامة والمصلحة العامة وجد نظر حضرتك تحترم جدا 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 وعلى ذكرى المنتخبات منتخب مصر النهاردة في ضربة البداية في بطولة أفريقيا للشباب بقى تعادل مع موزنبيق يعني نتيجة مش مرضية ولكن اكيب مش هنتبح ولادنا ولا المدرب ولا اي حاجة لسه كتير واتمنى الجماهير تكون موجودة وممكن نقول لحضراتكم أهم التصريحات يعني اللي كانت موجودة بعد اللقاء من كابتن محمود جابر طبعا مدير الفني المنتخب مصر الراضي عن الأداء أكتر من النتيجة كنا نتدرك بالكرة بشكل كويس ولكن كان عندنا مشاكل في الفنش بشكل كبير وبرضو التكتل الدفاعي لموزنبيق تسبب لنا في مشاكل رد بقى مدير الفني لموزنبيق درايو مونتيرو مدرب موزنبيق وقال طبيعي ندافع جامد جدا أمام منتخب مصر فمنتخب مصر أقوى المنتخبات وعلى أرضه علشان نكسب لازم ندافع جامد وده استراتيجيتنا المصر منتخب كبير وضيع أكتر من فرصة فيما بقى قال إيشو لعب منتخب مصر نازمالك المنتخب اللي جاي إن شاء الله يكون أفضل ونكسب بنعتزل للجامهير وفعلا كانت في مشاكل واضحة في إنهاء الهجمات متهيق لي لعيبة لسه بتاخد خبرات ولسه أول لقاء برضو رهبة البطولة وعلى أرضنا اللعيبة محتاجة إيه وكابتن محمود جابر وفودي تكلم مع اللعيبة إزاي في موتش الجاي عجبني الأول التصريح إيشو اللي بيقول فيه إنه بيعتزل لجيب كراتك لصرية لما يطلع هو بالثقافة دي وبالوعي ده في السن ده لأبرافو عليه علما بإنه كان واحد من أهم اللعبين في المبارأة مكسب زي ملكوي كبير النهاردة لازم نحط يعنينا عليه بيشه لعيب مهمة قوي ومن فترة طويلة بالنادي بإنه يكون موجود وليه دور محمود جابر مدرب محترم جدا 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 أنا شايف هجوم غير عادي عليه بعد انتهاء المبارأة ملسه بنتكلم الكرة يا جماعة باتت موازين قوة الخريطة في الأفريقية بتتغير الأسماء الكبيرة قد تجدها غير كبيرة جوال ملعب الفرق الصغارة دي بدأ بتتعدها شراسة غريبة جدا فأنا بقول انه التعادل لحد ما مش مرضي لكنه مش خطر يعني يسبب المشكلة انت في كل البطولات اللي عملتها هنا في مصر استقبلتها في مصر تقريبا معظمها بدأ بهزيمة وبتعادل وكنت في الآخر بتتوج إن شاء الله فأنا بقول انه هم الولد لسه صغيرين خبرات كانت لازم تكتسب طب أنا بدأ لما أنا بحاكمهم طب ما نمالعب فاضي فين جماهير مصر أنا قلت كده اللي قلت لازم ننسان طب ما هو مش هنصر يعني إلا إيه بيلعف بجوه بلده وبرده ما عندوش جماهير فبرده جماهير عليها دور مهم جدا الإعلام كان من واضح كان لازم يوعي الناس بقيمة البطولة وأهميتها البطولة دي فيهم اللي أنا طلعت لنا جيل عظيم مع الكابتن حسن شحاتة صحيح قعدنا على حسه نكسب بطولة أفريقيا ثلاث مرات متتالية الكبار ولعبين عزماء زي متعب وزي عمر زاكي وزي وفتحي وزي جيل لكله هاني سعيد جيل لكله جيل لازم لما نتكلم عنه في انتباه أنا عايز عايز التجربة يتم تكرارها خصوصا البطولة عندنا في ملعبنا وعندنا لقليل جايدين إن شاء الله يدرعوا يقوموا ويرجعوا تاني وهيكونوا موجودين إن شاء الله في النهاية النهاردة سألت الجماهير بأن اللقاء القادم أمام التراجي قلتولهم هدف مش قادرين تنسوه في شباك التراجي التنسي فيه ايه هدف مش قادر تنساه في شباك التراجي لحد ما أولكم هدف بن شارقي في بن شارقي ولو أونجم هنا طبعا أونجم كان هدف تعادل مش كده وهدف كان حلو قوي قوي وجف توقيت مهمة قوي كان هدف أكتر من رائع لكن سهولة هدف بن شارقي وتحركه زي السكينة في الجاتوب وسط لعبل لا 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 تعال شوف الجماهير اخترت ايه شوف الجماهير نختار اتوقع اخترت بن شارقي عشان كان هدف البطولة سايب يقول مسألة خير عليك يا عوضة ده مطالقة أشكرك هي أهداف كتير زي هدف نجم كان شومة في المرمى من خارج التمنتاشر يعني بعد خط النص بشوية كتا وهدف أشرف بن شارقي التالف في السوبر الافريقي كان هدف جميل صراحة ان شاء الله نشوف هدف رائعا ايضا للهديد ايهما السابت ونحق الفوز سيتخرج جمع بين الهدفين جمع بين الهدفين كان فيه هدف برضه تزيزه في البطولة اللي فاتك كان حالو كان ماتش ما كانش لصالحنا كان تزيزه على مين بس كان هدف حل بس لان الهدف دي مربوطة في زينك بطلقات كبيرة بثلاثة وعد بثلاثة واحد بثلاثة واحد بثلاثنين مين تاني يا جماعة معنا علي مساء الخير عليك يا ابن مطلق أشكرك من وجهة نظري ان الهدف أشرف بن شارقي الهدف التالف في السوبر هو أحسن هدف لانه الجه بعد تلاتين تمريرة من فرسانة زمالك وان شاء الله يفوز يوم السبت وان شاء الله يجيب أهداف حلوة استى الصبحي بيحتفل كده في تفوق من واحد فرح مساء الخير والسعادة عليك محمد أشكرك أجمل أهداف زمالك في الترجي أشرف بن شارقي جاءكم من الدار البيضاء مرة عبر تونس وصلت دوحة عبر القاهرة سجل هنا في الغرفة جول هدف أشرف بن شارقي في السوبر الأفريق وأيضا هدف عالمي من أوناج محمد لله في دورة أبطال أفريقيا إن شاء الله يكون فيه أهداف كبيرة أيضا من ناديا زمالك يوم السبت القادم وصل صبحي نورتيني كالعادة وانت في حلقة السبت بالليل أعتقد ولا الحد بقى الحد افتكر إن أنا قلت لك إن شاء الله زمالك يعمل نتيجة يجابيه لا مش هنصبر أتنبأ أكلمك بعد أن ما أتشعر تقول نتيجة يجابيه إن شاء الله إن شاء الله نورتيني وشرفتيني شكرا لحضراتكم شكرا لكل جماهرنا شكرا لكل فريق العمل لتاعج معنا النهاردة ودائما وأبدا يومكم أبيض خط العمر